زيكو جماعة عمليل اي احنا الكلمة النهاردة عن مباراة النادي الاهل وتضاعي الجيش. مباراة نوعا ما بالنسبة للنادي الاهل. بالنسبة للشوت الاول فرص ضيعة كتير. احمد اشيخ في اول الشوت فرصة ضيعة. اه ضيعنا فرص يامة. لسه برك عندنا عيب. تضيع الفرص لسه ما نحلش. تاني شوت سيء. سيء. ضيعنا فرص ضيعنا. لكن بالنسبة لنادي الاهل اللي هو جاب الجنون في الشوت الاول. خلاص بالنسبة لنادي الاهل حاليا انا عايز التلات نقط فانا اجيب جنين وارجع دفع عن التلات نقط ماشي. نعم بالنسبة لجمهور النادي الاهل ما ينفعش خالص. ان جمهور النادي الاهل تعود على الهجوم. تعود على الاهداف. جمهور النادي الاهل خلاص. واخد ان النادي الاهل ما بيقافش على جوان ولا اتنين ولا تلاتة. ان الجمهور النادي الاهل عايز اللاعب على طول اداء ونتيجة. وطبعا في الوقت الحالي اما اداء اما نتيجة. ادارة النادي الاهل. ادارة مترددة في قراراتها. يعني المفروض كان مبارح اه في اجتماع ادارة النادي الاهلي. وكانوا بيتكلموا عن المدرب الفني. ولفت طبعا المدرب الفني كله مع كابت المحمود الخطيب. ادارة فشلة طبعا. فشلة في حتة المدرب حتى الان. وفشلة في قراراتها لحتى الان. فشلة ان العيب يبقى معاك وتصور بالشيرة النادي الاهل. وفجأة تلاقي بالشيرة براموينزل. كان بيبو ولا فتريكة ولا احسام غالي ولا وجمعه عالي ايا كان اسمه ايه. ما فيش اسم اكبر من كان النادي الاهلي. النادي الاهلي فوق الجميع. جهاز طب بالزبالة الزبالة. ما ينفحشي. الجهاز بتاعنا ماشي بنظام اديك واحد اخدي عادية اتنين هدية. جهاز طب بزفت الزفت. ماشي مدرب حراس زفت الزفت. كل حاجة في الاهل حاليا سواء لعيبة او جهاز فني زفت الزفت. عشان ما نجدبش على بعض. كل حاجة زفت الزفت بالنسبة للجهاز الفني حاليا وبالنسبة للعيبة حاليا. زفت الزفت. اتحرك يا كابتن محمود الخطيب. اتحرك قبل ما الجمهور يضغير. والنادي الاهلي بيحبك. لكن بيحب كان النادي الاهلي اكتر. من اي حد ومن اي اسم. عشان ما طولش عليكم ما تنساش تشترك في القناة واتفعل الجرس عشان انا وصل لك لك زيد واعمل لايك وسيب رأيك في كومنت. السلام عليكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة